السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد تحدثنا في الحصة الماضية عن بعض الموضوعات المهمة عن بعض الأسس في علم النحو تكلمنا عن أنواع الكلمة وأنواع الجملة وكذلك أنواع الخبر في هذا اليوم نتكلم عن بعض المواضع العرابية التي من خلالها نستطيع أن نعرف دور الكلمة داخل الجملة وكما عرفنا أن دور الكلمة هنا هو دور معنوي أي أنها في النهاية هذه الكلمات باجتماعها تكون معنى الجملة وميدان علم النحو كما عرفنا هو الجملة ولذلك عندما نريد أن نحلل الكلام لنصل إلى فهمه وإدراك معانيه لا بد أن نحلل الوظائف النحوية وعلاقات الكلمات بعضها ببعض هذه العلاقات كما قلنا هي علاقات معنوية ولها أثر في لفظ الكلمة في أواخرها بالحركات التي تظهر عليها سنتكلم اليوم عن النواسخ وعن المجزومات والمنصوبات والمجرورات وكل هذه هي مواضع العرابية حالات العراب عندنا هي أربع حالات الرفع والنصب وهتين وهتان الحالتان مشتركتان بين الاسم والفعل المضارع أما الجر فمر معنا أن الجر من علامات الاسم وبالتالي لا يجر إلا الاسم فالجر خاص بالأسماء أما الجزم فهو خاص بالفعل المضارع إذا سبق بأدات جازمة أما النواسخ فعندنا الحروف الناسخة والأفعال الناسخة تدخل على الجملة الاسمية فتنسخها عندنا الجملة الاسمية كما عرفنا تبدأ بيسب والجملة الاسمية مكونة من مبتدأ وخبر أي أركانها المبتدأ والخبر المبتدأ مرفوع دائما والخبر مرفوع دائما عندما تنسخ الجملة النسخ هو التغيير وبالتالي التغيير الحاصل هو تغيير الموضع العرابي وقد يتغير تبعا له الحالة العرابية ولذلك الحروف الناسخة هي إن وآخواتها إن للتوكيد وأن للدلالة على المصدرية كأن للتشبيه لكن معناها الاستدراك ليت للتمني لعل للترجي أما لا فهي نافية للجنس وهي أقوى نفيا من غيرها من الأدوات أما الأفعال الناسخة فهي كان وآخواتها الأفعال الناسخة كان هي أم الباب وهي تدل على اتصاف الاسم بالخبر في الزمن الماضي أصبح تدل على حدوث الخبر في وقت الصباح أضحى تدل على حدوث الخبر في وقت الضحى أمس تدل على حدوث الخبر في وقت المساء بات تدل على حدوث الخبر في وقت الليل ظل حدوث الخبر في وقت النهار هذه الأوقات مع الاستخدام ربما لا نتدل على نفس المعنى هذا لكن هي في دلالتها أي الكلمة في دلالة الكلمة في حد ذاتها نستطيع أن نستخدمها في أي وقت وفي أي زمن صار تدل على التحول ما برح ومن فك وما زال وما فتئ تدل على الاستمرار ما دام تدل على الظرفية بمعنى مدة دوام ليس تدل على النفي نريد أن ننظر كيف تعمل هذه الأدوات الناسخة سواء كانت أفعال الناسخة أم حروف الناسخة قلنا أنها تختص بالجملة الاسمية أي أن الحروف الناسخة تنسخ الجملة الاسمية والنسخ هو التغيير قلنا أن الجملة الاسمية مكونة من مبتدأ وخبر هذه أركان الجملة الاسمية والمبتدأ دائما مرفوع والخبر وهو الجزء المتمم للفائدة دائما مرفوع مثال على هذا السماء غائمة السماء هذه الكلمة مرفوعة وعلى مترفعها الضمة غائمة أيضا مرفوعة وعلى مترفعها تنوين الضم عندما تدخل الأفعال الناسخة فتأتي كانة مثلا فتدخل على السماء كلمة السماء كنا نعربها في الجملة الاسمية مبتدأ بعد أن نسخت النسخ والتغيير فتغيرت فلم تعد مبتدان بل أصبحت اسم كانة واسم كانة مرفوع وبالتالي نقول كانت السماء إذن تبقى السماء مرفوعة على حالها لكن موضوعها الإعرابي أي موقعها الإعرابي أي وظيفتها النحوية تغيرت فقد كانت سابقا السماء مبتدأ أما الآن فعندما نعربها نقول أنها اسم كانة الخبر بعد أن دخلت الأفعال الناسخة ودخلت كانة تغير الخبر الخبر كان خبرا للمبتدأ الآن أصبح الخبر خبرا لكانة وخبر كان دائما منصوب وبالتالي نقول كانت السماء غائمة إذن حصل عندنا تغيير في الجملة الإسمية والنسخ هو التغيير دخلت كانة أو إحدى أخواتها على أو إحدى أخواتها على هذه الكلمة فغيرتها غيرت المبتدأ فأصبح اسما لكانة وغيرت الخبر فأصبح خبرا لكانة وتغيرت حالته العرابية فأصبح منصوبا أيضا الحروف الناسخة لها أثر لها تغيير فهي ناسخة كذلك فإن أو إحدى أخواتها إذا دخلت على المبتدأ يتغير فيصبح اسم إن هذا هو التغيير الحاصل اسم إن دائما منصوب وبالتالي كلمة السماء كانت مبتدأ مرفوع الآن أصبحت اسم إن منصوب فنقول إن السماء أما الخبر خبر المبتدأ فنسخ أي تغير فأصبح خبرا لإن وخبر إن يبقى مرفوعا فتصبح غائمة وتصبح الجملة إن السماء غائمة إذن عمل الأفعال الناسخة هو بعكس عمل الحروف الناسخة الأفعال الناسخة تنصب الخبر أما الحروف الناسخة فتنصب الإسم هذا هو عمل النواسخ عندنا في الجملة الإسمية عندنا نواسخ أخرى كظن واخواتها كذلك وكاد واخواتها أيضا لها أعمال أخرى يستطيع الطالب أن يبحث ويطلع عليها في المراجع النحوية عندنا كذلك النصب ذكرنا أن عندنا حالة إعرابية النصب وأن الحالة الإعرابية للنصب هذه مشتركة بين الإسم والفعل المضارع قلنا أن الإسم قد ينصب إذا كان خبرا لكان أو إسما لإن أو غيرها من حالات النصب التي ستمر معنا بعد قليل الفعل المضارع قد ينصب إذا سبق بأداة نصب أدوات نصب الفعل المضارع هي أن ولن وكي وحتى ولام كي التي هي لام التعليل ولام الجحود التي تأتي في خبر كان ما كنت لأفعل كذا فهذه كلها هي أدوات ناصبة للفعل المضارع الفعل المضارع إذا كان معربا فقد يكون منصوبا وقد يكون مجزوما وقد يكون مرفوعا إذا لم يسبق بأداة نصب ولا بأداة جزم أدوات الجزم على نوعين نوع الأول أدوات تجزم فعلا مضارعا واحدا هذه الأدوات هي لام الأمر ولم ولا أنها هي ولما أما الأدوات الجازمة التي تجزم فعلين مضارعين وهذا ما يسمى بأسلوب الشرط فهي هذه الأدوات إن وإذما حرفان هي حروف جازمة بقية الأدوات من وما ومهما ومتى وأين وأيان وأنا وحيثما وكيفما هذه كلها أسماء كلها أسماء شرط تجزم فعلين وكلها هذه مبنية أما أي فهي اسم شرط لكنه معرب بحسب ما يضاف إليه إذن تستطيع أن تنظر إلى هذه الأدوات إذن الفعل المضارع يجزم إذا سبق بأدات جازمة سواء كانت هذه الأدات هي أدات تجزم فعلا مضارعا واحدا فعل الذي هو يأتي قبله أدات الجزم فتقول مثلا لم يذهب أو لتذهب أو لا تذهب أو لما يذهب فلان أما الأدوات التي تجزم فعلي مضارعين فهي في أسلوب الشرط من يجتهد ينجح وغيرها من الأدوات وكل أدات لها دلالتها فمن للعاقل وما ومهما لغير العاقل متى تدل على الزمان وأين للمكان وهكذا نجد أن كل أدات لها دلالة معنوية معينة وهذا هو النحو النحو هو معرفة العلاقات بين الكلمات كل كلمات لها دور في الجملة هذه أدات أدات جازمة تجزم الفعل المضارع وأيضا هذه أدات جازمة تجزم الفعل المضارع لكن هذه لها دلالة وهذه لها دلالة دلالتها تضفيها على الجملة وبالتالي معنى الجملة كاملة تعرفه من خلال معرفتك معاني هذه الكلمات والعلاقات بينها أما الجملة الفعلية فالجملة الفعلية مكونة في أركانها كما قلنا من فعل وفاعل هذا إذا كان الفعل مبنيا للمعلوم المعلوم هو الفاعل فتقول نقل المذيع الخبر نقل فعل مبني للمعلوم المذيع فاعل مرفوع وأي فاعل فهو مرفوع دائما الخبر مفعول به قد يكون الفعل مبني لغير المعلوم غير المعلوم هو الفاعل أي يحذف الفاعل الفاعل ركم من أركان الجملة لا يحذف إذا حذف الفاعل أصبحت الجملة غير مفيدة ولذلك يبقى مكانه كما يقال يبقى مكانه شاغرا وبالتالي نأتي بمكانه بكلمة غالبا أنها تكون مفعول به وقد تكون الجار مجرور أو غيرها من الأشياء التي تنوبه عن الفاعل فكلمة الخبر نائب فاعل ولذلك الخبر هنا مفعول به منصوب لأن المذيع هو الذي نقل الخبر ففعل النقل وقع على الخبر والخبر مفعول به والمفعول به دائما منصوب وعلامة النصبنا أصلية ويلفتحة لكن عندما غيرنا الفعل غيرنا تركيب الفعل غيرنا حركات الفعل صرفيا أصبح الفعل مبنيا لغير المعلوم فقلت نقل الخبر من الذي نقله؟ غير معلوم ولذلك هنا أتينا بالخبر وقلنا الخبر كلمة الخبر نائب فاعل لماذا؟ لأن الفاعل غاب ولا بد في الجملة من فاعل فاستغنينا عن المفعول به وأتينا به في مكان الفاعل فأصبح نائبا للفاعل ولذلك أخذ علامة الفاعل وأخذ الحالة العرابية للفاعل ألو هي حالة الرفع ولذلك نائب الفاعل دائما مرفض كما ذكرنا قبل قليل أن الحروف الناصبة تدخل على الفعل المضارع وبالتالي يصبح الفعل المضارع منصوبا فتقول لن أداة ناصبة كما مر معنا قبل قليل ولذلك تقول لن يغلق يغلق فعل مضارع منصوب وبالتالي ظهرت عليه علامة النصب هنا أيضا الحروف الجازمة تدخل على فعل مضارع فيصبح الفعل المضارع مجزوما فتقول لا تظلم لا ناهية جازمة تظلم فعل مضارع مجزوم ولذلك عندنا هنا علامة الجزم ظاهرة أمامنا أما الفعل المضارع إذا لم يسبق بحرف ناصب ولا بحرف جازم فهو مرفوع وعلامة رفعه ستمر معنا بإذن الله في علامات الرفع عندما نتحدث عنها إذن هذه الجملة الفعلية الجملة الفعلية لها ركنان مبتدأ لها ركنان فعل وفاعل قد يحذف الفاعل لغرض بلاغي معين فنأتي بشيء يكون مقام الفاعل نسميه نائب فاعل إذن الجملة الفعلية مكونة من فعل وفاعل أو من فعل مبني لغير المعلوم ونائب فاعل والفاعل ونائب الفاعل كلاهما مرفوعان دائما أما الفعل المضارع إن سبق بأداة نصب فهو منصوب وإن سبق بأداة جزم فهو مجزوم وإلا يكون مرفوعان أما المنصوبات بشكل عام وخاصة من الأسماء هذه كلها تكون أسماء أما هنا فقد تكون فعلا المنصوبات المفاعل بأنواعها المفعول به الذي وقع عليه الفعل المفعول لأجليه المفعول فيه هو الظرف الزمان أو المكان المفعول المطلق المفعول معه كل هذه المفاعل كلها منصوبة الحال الحال دائما منصوبة التمييز تمييز دائما منصوب المستثناء أيضا المستثناء باب الاستثناء وتركيب الاستثناء وأسلوب الاستثناء المستثناء هو منصوب في حالة معينة قد لا يكون منصوبا أو يجوز نصبه لكن هو الأصل فيه الاستثناء الأصل فيه النصب المنادى قلنا أنه منصوب وقد يكون المنادى مبنيا لكنه في محل نصب وبالتالي هو من باب المنصوبات أما التابع التوابع التي تعرفونها وهي المعطوف أو الصفة أو التوكيد أو البدل فتابع المنصوب منصوب أيضا ولذلك المنصوبات منها تابع المنصوب وكذلك الفعل المضارع إذا كان تابعا لفعل مضارع منصوب فهو منصوب مثله المجرورات ذكرنا أن الجر خاص بالأسماء فلا يجر إلا الأسماء وبالتالي المجرور قد يكون مجرورا بحرف الجر حروف الجر في اللغة العربية إيه واحد وعشرون حرفا ذكر بن مالك عشرون منها في قوله هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلاحة شاعد فيه عن على مذ منذ ربا اللام كي وون وت والكاف والبا ولعل ومتى وزادوا عليها لولا في حالات معينة تكون أيضا حرف جر أيضا من المجرورات المجرور بالإضافة أي أنه يكون مضاف إليه والمضاف إليه دائما يكون مجرورا وهو أيضا اسم إذن لا يكون إلا اسما لأن الجر خاص بالأسماء كذلك تابع المجرور يكون أيضا مجرورا لأن التوابع كما ذكرنا ليس لها حالة عرابية خاصة بها إنما هي تتبع متبوعها فإن كان متبوعها مجرورا فهي مجورة كذلك مثلا ننظر هنا نطبق على الأمثلة الموجودة عندنا في قول الله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله نلاحظ هنا أن عندنا ما أداة شرط جازمة تجزم فعلين فعل الشرط وجواب الشرط تقدم فعل الشرط مجزوم فعل مضارع إذن هذا الفعل فعل مضارع هذا مجزوم وما تقدمه لماذا؟ لأنه فعل الشرط أداة الشرط ما تجزم فعلين هذا الفعل الأول الذي هو فعل الشرط ثم الفعل الثاني تجدوه الذي هو جزاء الشرط أو جواب الشرط ولذلك تجدوه أيضا فعل مضارع جواب الشرط كذلك مجزوم اللام حرف جر إذن كلمة أنفس اسم مجرور ولا يجر إلا الأسماء سبب جرها أنها سبقت باللام واللام حرف جر الكاف ضمير متصل والضمائر أسماء كما عرفنا وبالتالي هي في محل جر بالإضافة أي في محل جر مضاف إلي أنفس مضاف والكاف في محل جر بالإضافة من حرف جر إذن الكلمة التي بعدها هي اسم وهي اسم مجرور وعلى مجره هنا ظاهرة تجدوه عند ضرف منصوب وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه وهو مجرور إذن هكذا تحلل الجملة وتفككها حتى تعرف العلاقات بينها إذن هذه المواضع العرابية عندنا وهذه حالتها العرابية أيضا في قول الله تعالى ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجزين في الأرض من؟ شرطية أداة شرط جازمة تجزم فعلين فعل الشرط وجواب الشرط يجب فعل الشرط فعل مضارع فعل الشرط مجزوم لا نافية نافية أداة نافية لا محلة لها من العرب وهي حرف داعية يجب داعية جملة فعلية يجب داعية يجب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على من؟ داعية مفعول به منصوب داعية مفعول به منصوب من أنواع المفاعل المنصوبة وهو مضاف لفظ الجلالة مضاف إليه والمضاف إليه دائما يكون مجرورا فليس بمعجز البا حرف جر معجز اسم مجرور سبق بالبا في حرف جر الأرض اسم مجرور الفا واقعة في جواب الشرط الجازم الجملة ليس بمعجز في محل جزم جواب الشرط أداة الشرط وهي من؟ ومر معنا سابقا ودرستم سابقا أدوات الشرط الجازمة وعملها إذن هكذا استطعنا أن نعرف موضع كل كلمة من الإعراب معنى موضعها من الإعراب أي وظيفتها في هذه الجملة والوظيفة هي نحوية والوظيفة النحوية هي في النهاية هي وظيفة معنوية أي لها دلالة في المعنى فالنفي له دلالة والشرط أسلوب الشرط له دلالة الفعل المضارع له دلالة فعلم مضارع يدل على الاستمرار المضاف والمضاف إليه هذا التركيب له دلالة ولها دلالة قوية جدا داعي الله أسند هذا الداعي إلى الله سبحانه وتعالى وهكذا تستطيع أن تحل إلى الجملة وتعرف العلاقات بين الكلمات هذه العلاقات لها أثر لفظي في العلامات التي تلحقها في آخرها وفي النهاية لها أثر معنوي على فهمك وإدراكك لهذه الجملة ننظر إلى أمثلة أخرى أعطي المتفوق هدية قيمة أعطي الجملة هذه فعلية لأنها تبدأ بفعل إذن نبحث عن الفعل والفاعل الفعل أعطي هذا الفعل هو الفعل الموجود عندنا أعطي فعل ماضي المتفوق نلاحظ هنا المتفوق ليس فاعلا لأنه ليس الذي أعطى منطقيا أعطى المدير المتفوق هدية قيمة إذن هو كان مفعول به ولذلك فعل الإعطاء وقع عليه لكن لأن الفعل أعطي صيغة بهذه الطريقة فليست أعطى بالتالي هنا هذا الفعل مبني لغير المعلوم إذن الفاعل حذف المعلوم هو الفاعل هنا الفاعل غير معلوم لم يذكر المدير أو الوكيل أو المعلم أو الوزير لم تذكر هذه الكلمة وبالتالي أتى المفعول به الأول وهو كلمة المتفوق فأتى مكان الفاعل ولذلك المتفوق نائب فاعل ولذلك هو مرفوع هدية مفعول به كانت مفعول به ثاني الآن هي مفعول به فعل الإعطاء وقع على الهدية والمفاعل دائما منصوبة كلمة قيمة تابع والتابع يتبع المتبوع قيمة تتبع هدية هدية منصوبة إذن قيمة أيضا هي نعت أو صفة تابعة لها في إعرابها فهي منصوبة إن حافظ القرآن موفق الجملة هذه هي جملة اسمية قلنا إذا كان أول حرف لا ننظر إليه ننظر إلى الكلمة الأخرى أولها اسم حافظ اسم لأنها تقبل علامات الاسم إذن جملة اسمية لكن هذه الجملة الاسمية ليست مكونة من مبتدى وخبر السبب دخلت عليها إن وإن ناسخة وبالتالي لا نبحث عن المبتدى والخبر نبحث عن الذي كان مبتدأ أصله مبتدأ وأصبح اسم إن وكان خبرا للمبتدأ وأصبح خبرا لإن اسم إن دائما منصوب ولذلك حافظ اسم إن منصوب وهو مضاف القرآن مضاف إليه مضاف إليه دائما مجرور إذن القرآن مجرور موفق خبر إن وخبر إن دائما كما ذكرنا يكون مرفوعا أحترم الوفي احتراما عظيما أحترم فعل مضارئ والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا أحترم تتكلم عن نفسك تحترم من الاحترام وقع على من وقع على الوفي إذن الوفي مفعول به والمفعول به دائما منصوب احتراما انظر إلى كلمة احترم واحتراما هنا صيغ هذا المفعول من لفظ الفعل فهو مصدر له احترم احتراما وهذا ما يسمى بمفعول المطلق ذهب ذهابا وجلس جلوسا فاحترم احتراما احتراما مفعول مطلق منصوب مطلق يعني غير مقيد لا هم مفعول به وليس مفعولا فيه وليس مفعولا ليجئ هذا معنى كلمة مطلق عظيما تابع من التوابع فهو الصفة أي عظيما احتراما من صفته أنه عظيم إذن عظيم صفة الاحترام استيقظ الطفل جملة هذه فعلية تبدأ بالفعل استيقظ فعل ماضي من الذي استيقظ أسند الاستيقاظ إلى الطفل إذن الطفل فاعل إذن هذه جملة فعلية فعل وفاعل استيقظ الطفل جملة فعلية مفيدة وانتهت الجملة نستطيع أن نزيد بعض الزيادات هذه الزيادات هي كما يقال فضلة في الكلام لها دلالة كل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى لكن الجملة المفيدة بقولنا استيقظ الطفل فحددت وقيت وزدت ووضعت لما قلت من نومه من حرف جر إذن نوم اسم مجرور ولا يجر إلا الأسماء الهاء ضمير متصل وهي في محل جر مضاف إليه والضمائر كلها أسماء العميق صفة للنوم تابع والصفة تتبع الموصوف وبالتالي هي تبعتها في كل شيء في أربعة من عشر فهي مجرورة مثلها وهي معرفة مثلها إلى آخرين ننظر إلى هذه الأمثلة المؤمن يصدق في حديثه مؤمن جملة اسمية لماذا أولها اسم إذن الكلام يدور حول المؤمن إذن المؤمن مبتدأ مرفوع إذن هذه جملة اسمية مبتدأ مرفوع أين الخبر المؤمن يصدق فقط إذن الخبر جملة يصدق جملة يصدق أي يصدق هو يصدق فعل مضارع مرفوع مرفوع لأنه لم يسبق لا بأدات نصب ولا بأدات جزب والفاع الضمير مستتر تقديره هو يعود على المؤمن الجملة الصغرى جملة يصدق الجملة الفعلية هي خبر للمبتدأ وهذه هي الجملة الكبرى في حديثه جار مجرور في حرف جر حديث اسم مجرور وهي مضاف ولها في محل جر بالإضافة كل كلمة لها موضع عرابي وبالتالي لها حالة عرابية وبالتالي لها علامة عرابية وفي النهاية لها عمل معنوي داخل الجملة إذا عرفت دور الكلمة في الجملة استطعت أن تعرف معنى الجملة كاملة لن يقدم العاقل على ما يضره الجملة هنا فعلية لأنها تبدأ بفعل قلنا إذا كان أولا أداة وحرف لا ننظر إليها ننظر إلى ما بعدها فعلية تبدأ بفعل يقدم فعل مضارع الفعل مضارع السبق بأداة ناصبة لن إذن هذا فعل مضارع منصوب فقلنا يقدم الفاعل العاقل إذن الجملة لن يقدم لن يقدم العاقل فعل وفاعل على حرف جر ما هنا اسم موصول بمعنى الذي ليست نافية على الذي يضره إذن ما اسم موصول إذن هي في محل جر بعلا يضر فعل فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق لا بأداة نصب ولا بأداة جزم ما هنا اسم موصول يضره هنا نلاحظ يضره لها هنا تعود على العاقل لا تصدق نماما لا ناهية جازمة لا ناهية جازمة إذن بعدها تصدق جملة فعلية فعل مضارع مجزوم لا تصدق الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت نماما مفعول به منصوب أصبحت الحياة أصبحت أصبح من أخوات كان تالي التأنيث الحياة اسم أصبح مرفوع المعاصرة تابع صفة للحياة فهي مرفوعة مثلها كذلك تعتمد فعل مضارع تعتمد فعل مضارع لم يسبق لا بأداة نصب ولا بأداة جزم فهو فعل مضارع مرفوع تعتمد الفاعل ضمير مستتر تقديره هي تعود على الحياة جملة تعتمد الفعل والفاعل المستتر فيه هي خبر أو في محل خبر في محل نصب خبر لا أصبح أصبح من أخوات كان وخبر كان داعما منصوب على حرف جر الإنترنت اسم مجرور إذن هي اسم مجرور لأنها سبقت بعلا إذن تستطيع أن تعرف العلاقات بين الكلمات من خلال معرفتك للمواضع العرابية المواضع العرابية تدلك على الحالة العرابية وبالتالي هي تدلك على العلامة العرابية المناسبة عندما تركب جملة وعندما تريد أن تحلل جملة العلامة العرابية تحدد لك الحالة العرابية وبالتالي تعرف الموضع العرابي ثم تعرف العلاقات بين الكلمات وتعرف دور كل كلمة في الجملة وفي النهاية أنت تفهم هنا الجملة ومعنى الجملة وفقكم الله صلى الله وسلم على نبينا محمد